اهلا بحضراتكم رجعنا مرة تانية وتاني لقاءاتنا على الهواء مباشرة النهاردة بنصبح عليك هنتكلم من خلاله عن علم وفن اقدر اقول ان هما علم وفن الحياة بمعنى واسع ازاي ان احنا ندير وقتنا ندير حياتنا نقدر نحقق اهدفنا من خلال علم الادارة الادارة بمعناها البسيط ان الواحد فعلا حتى على المستوى الشخصي يقدر ان هو يحقق اهدافه ويصل اليها والموارد المتاحة ليه ايما كانت كتيرة او قليلة يقدر ان هو يوظفها بافضل توظيف ومن خلالها يحصل على اعلى عائد المدير في البيت عايز اقول ممكن في العمارة حتى اللي ماسك مجلس ادارة عمارة او الشغل او اي مجال هتلاقي فيه شخص بيدير هذا العمل اذا كان هذا الشخص يتمتع بفنون وعلوم الادارة هللاقي ده على طول واضح في المكان والعكس صحيح خلونا نتكلم بشيء من تفصيل عن هذا الموضوع معضفنا دكتور محمد ندا مستشار التدريب والتنمية البشرية منوارنا يا فندم اهلنا يا فندم ومسوار خير على مصر كلها بنصبح على حضرتك اهل بيك الادارة هل هي وثيقة الصلة بالحياة زي ما قلت ولا يعني ده كده زيادة شوية مزودينها احنا شوية والله الادارة هي مرتبطة بعلم الحياة لا يوجد حياة دون ادارة لدرجة كمان بعد ما الحياة تنتهي عن الانسان يتوفى حتى بيبقى فيه ادارة برضا فالادارة في كل حاجة يعني بعد وفاته لانه هو بيبقى حاطة حاجات زي ما تعمل اعلام وراسة وحاجات زي كده هي ما فيه ادارة لانه ترك حاجات معينة من خلالها ندية ولكن فيه سؤال مهم جدا احنا جينا في فترة وكنا بنقول احنا بنعيش مجتمع اسم المجتمع الاشتراكي وفجأة انتهى المجتمع الاشتراكية انتهت وبدأنا نعيش الرأس مالية ففيه حد كده من العلماء بيسأل سؤال طب لو جيف مرة والرأس مالية تنتهي ايه اللي يجي بعدها سؤال مهم جدا فالاجابة كانت ان اللي هيجي بعدها مجتمع المضار مجتمع الامن والاستقرار المدار المدار ده اللي يدار المدار المدار صح بالدال مش بالدال المجتمع المدار مجتمع الامن والاستقرار بمعنى امشي بقى كل واحدة ووحدية المجتمع المدار اللي هو يبتدي بقى ايه هو المجتمع المجتمع هنا بيقصد بيه ان احنا نبدأ خالص بالكيين الكبير buenas دولة خش بقى الكينات التانية اللي هي الانظمة اللي جواه سواء كانت وزارات او غير بعدها نخش بقى على الأنظمة الأسرية زي محاضرتك تفضلت في الأول وقلت إن في أسرة بعدها بقى نخش بقى الأشخاص وبالتالي هنا كل واحد مننا معلش يعني كلنا نملك رأس مال متساوي كلنا فالناس بتسأل رأس مال هو العقل ولا هو أي قلو لا الحياة الطايم اللي 24 ساعة أنا أملك 24 ساعة وحاجبت أملك 24 ساعة هنا تسوينا لكن فيه واحد بقى بيشتغل 24 يقد يشتغل 20 وينام أربعة وواحد تاني مش لاقي حاجة ينامها وشغال الشغل ده معناه إنه عمل العمل ده معناه بقى إنتاج الإنتاج ده بقى دخل الدخل ده بقى بيحقق مستوى معيشة ومستوى رفاهية وده اللي بالنادي فيه تحت القيادة الحكيمة لفقامة الرئيس إن الناس النهاردة تحول وقتها كله إلي إيه إلى عمل ما تقولش النهاردة ضغوط حياة ما تقولش كذا لا أنت ابدأ بالإدارة فالإدارة النهاردة فأبسط معانيها هي علم إزاي تخلق قرار لما أقول البرنامج بتاعنا ده النهاردة بنصبع على الناس ده برنامج اللي نجحه الإدارة لما أجي أتكلم على الطالب اللي داخل امتحان هينجح إزاي من غير ما يدير وبتالي إزاي تتعامل مع الآخرين بصفة عامة عشان نحقق هدف الهدف ده يكون مشروع من خلال القوانين والقواعد اللي احنا بنقولها مع الإشارة مش الإشادة لجهد المدير يعني ما ينفعش أقوله عشان خاطر كذا ودينه ومجد فيه قوي لا هو طبعا موجود المدير لأنه هو بيديني الخطوط العريضة وأنا أبتدي أبتدي أنفذ بطريقة تانا من خلال بقى مراحل معينة بنسميها رقم واحد خالص التخطيط إن احنا لازم الأول خالص ما فيش عمل في الدنيا ينجح من غير تخطيط بعديه على طول اللي بعد التخطيط إن احنا ننظم زي ما احنا قاعدين كده يبقى فيه تنظيم شكده علماء الإدارة برضو بيقوله هناك علاقة ما بين المايسترو اللي واقف قدام جيش كبير قوي من الموسيقين وما بين العصايا اللي مسكها في إيده دي المدير نفس الكلام زي المايسترو برضو بس المايسترو بيعزف أحسن الأحلحان الإدارية الموسيقية لكن المدير أحلى الأداءات الإدارية إن يعرف يوظف كل واحد بإمكاناته يدي له إيه فكل واحد فينا عنده قدرات هي دي المشكلة الرئيسية طيب في علم الإدارة الموضوع بيبدأ من القمة للقاع أو عشان أكون أكثر دقة من فوق لتحت يعني أو من الفرد للجماعة شوف إحنا مش هنتكلم على الفرد والجماعة إحنا هنتكلم إزاي يبدأ كلمة إزاي يبدأ حسب الموقف وبالتالي النهاردة فيه إدارة بنسمي الإدارة الموقفية الموقف هو إيه؟ يعني أنا لما أجي أقولي النهاردة ابني طالع رحلة لما يجي يطلع رحلة بيقول لي مامته طيب هل أنا مدي تفويد لمامته ألا لا؟ فالإدارة في البيت هي نفس الثلاث مستويات بتوعي من الإدارة الأب بنسمي الإدارة العليا الأم الإدارة المتوسطة أو الوسطى الأطفال الصغيرين أو الشباب اللي هيبقوا في البيت دول الإدارة التشغيلية فهي عايزة تاخد قرار أنا مديها تفويد لو الرحلة في خلال نفس اليوم ويرجع يبقى أنت اللي تاخد القرار ما ترجعليش لكن لو هتاخد لها ثلاثة أربعة أيام أسبوع هنا مش هيحصل أن هي هتدي له قرار هتقول له ارجع له تاني بقى لما يرجع لي تاني هنا أخذنا من القمة للقاع غير لما هو بقى نفسه عاوز يبتدي يدير مثلا رحلة مع أصحابه أو جوه الرحلة عنه يامي ده الإدارة الموقفية لكن أنا بتكلم يعني علم مثلا زي في علم الإدارة إدارة الوقت أنا كشخص يبقى عندي مهارات إدارة الوقت ولا بجيلي من القيادات الأعلى الوسطى ثم العليا يعني إيه زي جداول وكلام من ده ولا يعني عشان نوصل للأهداف اللي هي تحقيق النجاح في مكان ما إحنا لازم الأول نعرف أن فيه حاجة في الإدارة بنقول إيه الإدارة والقيادة لما نتكلم على الإدارة هي وظيفية لكن لما تتكلم على كلمة قائد دي جينية فإحنا من الأول لازم يكون الشخص نفسه عنده جينات بتقول أنه يعرف يدير دي مهمة جداً الأول لأن فيه ناس كتير قوي أو نقول المكان كان فاشل واتغيرت الإدارة شلنا الشخص اللي بيديره وجبنا حد تاني تلاقي المكان بقى ناجح برغم إيه نفس القوة الوظيفية ونفس القدرات ونفس القدرات ونفس اللي هي الموارد المتاحة اللي نحن نتكلم على التنمية عايزين نتكلم على التنمية التنمية البشرية بصفة عامة يعني فطالما غيرنا الشخص ده وجبنا حد يبقى هنا الأول القمة هي اللي تتغير عشان هي دي اللي عندها الأساس اللي هيبتدي من خلاله يقول يعمل إيه من خلال الإيه بنسميه بنقول عندك الرؤية بتاعتك إيه الرؤية المستقبلية بتاعتك إيه أن أنت عندك حاجات شايفة دايما بنقول أن لازم الإنسان عشان يبتدي يغير يفكر الأول بعقله مش يفكر بالعين المجردة لازم التخيل بتاعته اللي هي الرؤية المستقبلية بعدها على طول بنفكر نحن نقول إيه الاستراتيجية بتاعتك بقى أنت إيه وده السؤال اللي كانوا دايما يسألهنا وإحنا أطفال لما حد يجي زورك في البيت يقولك أنت نفسك تطلع إيه فكان بيقوله ظابط أو بيقوله دكتور كلمة ظابط أو دكتور دي يعني المثل الأعلى هل عندك مثل أعلى ولا لا أنا حتى لو مسكت وظيفة من مثل الأعلى في الوظيفة كان عندي رئيس جامعة القيادة بتاعته قويسة جدا بيوظف الناس بيدي صلاحيات بيدي كذا أبتدي أنا أقطاد ده لو هو فيه فعلا المثل الأعلى نقدر إن إحنا من خلاله ننهج منهج ونضع فيه استراتيجية الوقت اللي حضرتك بتقول عليها ونحط الأولويات أو نضع أولويات إيه الحاجات الهامة جدا إيه الحاجات العاجلة وبعدين أبتدي أعمل لها نوع من الترتيب طيب لو رحنا لمفهوم مهم جدا وظهر في السنوات الأخيرة وأصبح له يعني مكانة كبيرة والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة إزاي نقدر إن إحنا بعلم الإدارة نحقق هذه التنمية المستدامة إحنا النهاردة تقريبا يعني كده الحمد لله يعني بمورية مصر العربية دولة رائدة وعملين خطة مصر عشرين ثلاثين وإن شاء الله في عشرين ثلاثة وستين كنا زمان ما فيش حاجة كده كنا بنشتغل عشوائي لكن إحنا دلوقتي بالخطط اللي إحنا شايفينها أهم حاجة فيها لما أقول كلمة التنمية إيه المقصود بالتنمية المقصود بالتنمية الأول خالص إن إحنا عاوزين نحافظ على الموارد بتاعتنا في صورة عطاء مستمر أي موارد لو أنا قلت الكرس اللي أنا قاعد عليه ده موارد البدلة اللي أنا لابسها دي موارد إزاي تفضل محافظ عليها في صورة عطاء مستمر يعني إن هي تفضل شغال تخيل بقى لما نتكلم على طرق نتكلم على الكباري نتكلم على المشروعات العملاقة نتكلم على تنزيق التعليم نتكلم عن مقدرات دولة يعني ده استراتيجية كبيرة والنهاردة لما نقول إن إحنا في الطرق حققنا حاجات تعالى مص على السكة الحديد كل ده مناحة كبيرة جدا من التنمية لما نتكلم على التعليم ونتكلم على الرقمنا والبواطن الرقمي والتحول ده كله بيخش فيه استراتيجيات التنمية وكلمة مستدامة إن أنا بصص قدامي أدئي حاطت الخطة بتاعتي واضحة المعالم قابلة للتنفيذ كل فترة متابع زي ما احنا بنشوف النهاردة العاصمة ما شاء الله الإدارية دخل من التنمية المستدامة العالم النهاردة ببسطة بنته عملتوا ده كله إمتى وعملتوا ده كله إزاي وعملتوا ده كله اللي يمكن مش شايفه أو دلوقتي هيشوفه بعدين لإن إحنا خالص يعني نما حضرتك تتذكر أنا كنت أقصى حاجة كان والدي يقول لي ميدان العباسي دي كانت أقصى حاجة التنمية مستدامة بنتكلم بقى بعدها إن إحنا عملنا مدينة نصر وبعدها دخلنا على التجمعات سمعنا عن كلمة التجمعات النهاردة بنسمع على العواصم وبالتالي ما بقيتش بقى تجمع أول وخامس وسبع وعاشر لا إحنا دخلنا العاصمة دخل في السياق العالمية بإذن الله إن شاء الله طيب الوقت اللي بقى مش كتير فيهمني أن يعني أتكلم حضرتك في نقاط برضو لها أهميتها زي علم إدارة الأزمات وخاصة يعني إذا قلنا أن يعني هذا العلم له قواعد وله دراسات كتيرة علم إدارة الأزمات على المستوى الفردي وعلى المستوى الأكبر يعني نقول إيه ونشرحه إزاي ببساطة لنا ببساطة الشديدة طبعا علم الأزمات إحنا نقول الإنسان مأزوم بطبعه يعني لأنه عايش في دنيا وخلقنا الإنسان في كبد نعم لكن الشطارة أن أنت تعمل نوع من الوقاية أن أنت تعمل نوع من السيناريوهات الوقائية قبل لما يحصل الأزم وبالتالي علم الأزمات فيه إدارة بالأزمات وفيه إدارة الأزمات إدارة الأزمات لقبل نعم ما استناش لما يحصل الكرسى أو تحصل الأزم وده اللي مصر اللي بدأت تنهجه في الفترات الأخيرة أن نحن ما بنستناش لما الأزمة تحصل لأن دايما بنقول عندما يطعانك القدر مع إهمال البشر تصنع أروع الأزمات والكوارث التي يمكن أن تدرس في الفكر الكلاسيكي الأزمات المقصود هنا أن أنا ما استناش أنا عارف إن فيه سيول جاية يبقى أنا بفكر إزاي أعمل أتعامل مع السيول دي إزاي وأعمل الخطة بتاعة الاستفاف وإزاي أن أنا أبتدي أبقى رايب منها كلام ده كلام ما كناش بنعمله زمات صحيح النهاردة في كل محافظة في مركز الأزمات في مجلس الغزرة بيجمع كل دول في مركز الأزمات في الجامعات أتلاقي فيه إدارة للأزمات كل جامعة كل كلية فيها النهاردة إدارة للأزمة قبل ما تحصل بتحط السيناريوهات وتبتدي تتعامل معها صحيح عشان الإدارات هنا في إدارة الأزمة ثلاث أنواع نوع بنسمي إدارة برد الفعل يعني بتحصل الأزمة وبعدين يبتدي تتحرك ودي أسوأ أنواع الإدارة وبقول لولادنا هو الطلبة ابتدي أنت بادر وتحول من إدارة برد الفعل إلى إدارة مبادرة والإدارة التانية اللي هي الإدارة المتعلمة اللي هي الإدارة لما يحصل أزمة تتعلم مناه عشان كده ما نيجي نتكلم على أزمة بعينها نحن لا نفتش في جراح المواد ولكن إيه الدروس المستفادة يبقى إحنا محتاجين نحول أنفسنا ونحول منظماتنا من منظمات مستهدفة إلى منظمات مستعدة أو أشخاص مستعدة لإدارة الأزمة قبل ما تحصل تمام ببساطة جديدة كده عايزين وحضرتك أيضا خبير في التنمية البشرية نقول يعني بعض زي ما نقول كده الخطوط العريضة اللي نقدر نضحها أمام المشاهد الكريم اللي بيها يعرف في المقام الأول يدير حياته يدير أزماته ويدير مستقبله ويضع أهداف لها ويحققها ببساطة جديدة كده نقول اعمل واحد اتنين ثلاثة هو الإنسان فينا عنده حاجة اسمها الطموح الطموح ده مرتبط نمرت واحد بالهدف يبقى أول حاجة لازم بقى فيه وضوح هدف أنت عاوز تعمل إيه أنا النهاردة عاوز أطلع بأخذك في البرنامج وأفيد الناس اللي قدامي وبتسمعني يبقى ده الهدف رقم واحد نمرت اتنين الأليات بتاع تحقيق الهدف تقدر تحققه ازاي واحد برضو اتنين ثلاثة في الآخر لازم تعمل نوع من التقييم إن أنا أشوف اللي أنا كنت أقيله ده حققت ولا لأ إلا أنه المتابعة اللي هي الخطوات الرئيسية للإدارة وبعد كده بتقيس بقى المردود بتاع اللي أنت عملته من الناس اللي حواليك أكتشف إزاي قدراتي أنا شاطر في إيه وإيه الطريق اللي ينفعلي أعمل إيه ده بالنسبة بقى هنا للشباب الصغير شوية هنا تلاقي أنا مثلا عندي في البيت عندي طفل صغير ألاقيه هو بينظم مكتبه ألاقيه أخته عشوائية شوية فتبتدي أنت هنا ما نسبش العشوائي نبتدي نقوله شوف أخوك بيعمل إيه بعد شوية تلاقيه هو محافظ على حكته كمان يعني بس مش بس بينظم لا بيحافظ على حكته تلاقيه لما تديله معاد أو تبتدي يعمل نوع من الالتزام بعد شوية وده شوفناه يعني لما أجأ أقول أنا من مولدي أنا وإخواتي شوف كل واحد فينا كان بيشق طريقه في إيه وفي حد بيغاوي النواحي النظري في حد تاني غاوي النواحي العملية لكن كل اللي قدر أنصح بي أي حد طالما عندك هدف ومصر على تحقيقه تأكد أنه يتحقق تأكد أنه يحصل بس اشتغل وتعب يعني مسألة مع أول فشل أو عدم تحقيق هدف أن أنا يعني إحباط بقى ويأسه وكلام من ده ده بداية الانهيار زي ما بنقول شوف أنا بشكرك جدا على كلمة فشل وبداية انهيار دايما بقولهم الفشل أول طريق النجاح ليه بقى؟ لأن أنت دايما لما تبقى ماشي في طريق اوعى تبص وراك هتكعمل وتقع لكن دايما تبص قدامك فالفشل ده عشان أنت أسرت في شيء يبقى عندك القدرة على المواجهة وتقدر أن أنت تستعيد قوتك في ثانية مش محتاجة حاجة خالص لأن افرد أن أنا فشلت وندمت هترجع في الآخر طب ليه أضيع وقت ده كله يبقى من اللحظة التي تلاقي فيها فشل حاول تحول الفشل ده إلى نجاح مرة تانية وتنهض من جديد لأن دايما بنقول فيه زي ما فيه طب فيه دون أكيد ما فيهش مش هستمر على طول بس هي فيه جزئي حضاك قلتها كده مرت إن إذا حدث فشل فيبقى الواحد هو اللي أسر لكن عادة لما بيحدث فشل بتجد الإزاحة والشماعات تتعلق على طول لا ده فلان هو اللي فشلني لا ده أنا ما عنديش واسط لا ده معاش عارف إيه لا ده الدكتور ده مثلا في الجامعة بيتطهدني ده الكلام ده كله فإن الواحد يعترف إن هو سبب فشله أو كان من مسببات فشله إن هو أسر أعتقد دي قدرة مش عند ناس كتير شوف حديك دايما إحنا نقول لي لما يكون فيه مشكلة زي مثلا مشكلة فشل الاعتراف بالمشكلة الأول ده خمسين في المئة من الحل يعني ما ينفعش حد يهرب أي وما ينفعش حد يعلق على حاجة مش بتاعته مش بتاعته إذا ما حيك قلت إزاحة أو شماعات كل الكلام ده ده علم نفس بيخلي الإنسان من جواه عايز يهرب لكن لا نمرت واحد المواجه حصل دروب وأنا موافق إن حصل دروب بس مش هيستمر لازم هوصل للقمة مهما وصلت مع ما حصل أنا مصرر أنا أوصل للقمة من التحدي ده أيوة بنقول ده بداية طريق النجاح وأعتقد إن ده يعني ختام رائع لقاءنا إن نقول نعترف إذا حدث أي إخفاق ونتحدى وربنا دايما إن شاء الله يقف معنا وينجحنا دكتور محمد نادر حضريك شرفتنا شكرا يا فن شكرا جزيلا تحياتي كل التحية والتقدير أيضا لمشاهدين اللي تابعونا من خلال حلقتنا النهاردة ونصبح عليك هنقبل حضراتكم إن شاء الله بكرة وأسرة جديدة تحياتي دائما حازم أبو السعود